موسيقى موسيقى منا تخلي الله في صار عم رجلة عد سنينه موسيقى 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 عمر شديد بيتك وينو العدس عال ابو رزو يمكن متنك ترجع عشق حل القيد وفك الطو ترجع مره داني تحن عدس عال ابو رزو يمكن متنك ترجع عشق شجر في الزمن محروق صير عشق طب ارجع عشق موسيقى موسيقى أبو أبنو من دربين صعبوا واحد كانوا اثنين وتسمى الاسم باسمين نفس الألف نور اللاين أبو أبنو من دربين صعبوا واحد كانوا اثنين بين الأرض والسماء طاير لوين عالم واحد أبنو من دربين موسيقى 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 والأهم ما في ولا مخبر بيقدر يكتب فيكم تقرير أحسن شي هيك وإذا عجت إلي لأربط لساني هيك ومثل متايل يمكن كل الشعب بريد يربط لساني مثلكم تمام حرق بسيط بطيب بس حرق الكلام لا بيطيب ولا بيندمل خليكم مساكرين تمكن وبلا ما تحكوا هلأ أنا حظي حلو سألوني ليش ولا قالكم بلا ما تسألون إيه تركوا لسيناتكم وبداللهي أنا اليوم عندي لدية بالتلفزيون عن الحروق الصعبي ورح أخذكم معي كوسائل إضاحة فرحوا رح تطلعوا بالتلفزيون إيه فرحوا يا أم إبراهيم ولا أخبر سيدي على أمنا أم إبراهيم يا أم إبراهيم أم ام إبراهيم أم أحد توجه لأكمي أم حذرتين على أمنا أشفى هيك 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 أخذوا شوية موصours إتعال يا أخوة تربوشي باب ليش بتشترة انت أخذيني يا أخذني حكي شفا كيرتز عاملوا كيرساني لا أخذيني أيها أخذك عليكم فوت في كوكي للساني مال نروحنا دينو انت ليه لي فايزة شفاكي تفوتي عادي الكلشي القزي بعمله في البيت انا عمش حبيبتي شو عم تعمل كلشي بالبيت؟ طيب يا شخصي اتكال الله روالي مخلاله انت شفاكي هل اصبتو تدين ايه؟ سالي لساتك قاعد قوم حيبلش العزا الله يوافكك فايزي الله يوافكك اليوم ما بدي يواف بالعزا لانه فيه مسلسل هتشاغل فيه مشاهدين بدي يشوفه الله كفير يوه محيب عليك سالي ما بدك توقف بعزا ابوك لق وفوق منا فاتح لي التلفزيون وقاعد عم تتفراش فايزي الله يوافكك الله يوافكك لأيه الحجي من عندك هلأ بيطالعوني غاسبل عني بدي يتفرج على المسلسل لاني طالع فيه انتي بتموني على اخي الله يوافكك يعني شو بدك يعني يقلون بتلاقيها معقولة الله يخليكي نفديني منها للقصة بس بشوف ما يشدي وبعدين بطلع طيب ماشي بنفدك بس على شرط شو ما قلتلك بتصف معي مو بتخلي اختك وجوزة ياخدوك لصفهم ويحطوك تحت بعتهم موافق طبعا موافق طبعا مرت أخي مش انا ايمة ما قلت معيك انا طول عمر معي طيب يلا تفرج بس على طويلة وله ايمة ايمة تخوصي دكتور بحكم خبرتك الطويلة بمعالجة الحروق بتعتقد انه حالة الضيفان اللي معانا بتطول كتير لحتى تشفى والله هي بالعادة بتطول ايه بتطول وبتطول كتير بس انا ركبت نوع مرهم يعني مو مرهم مرهم تقدري تقولي بين المرهم والمحلول وتركيبته سرية وما حدا بيقدر يخلط هالغلطة غيري ورح اسجله بوزارة الصحة قريبا واخد عنا براءة اختراعه وانا هلا عم بجربه على الاسينات الاخوي هدول ورح تشوفي بعينك وقبل ما يخلص البرنامج اشلور رح يحكم وهذا انتا بيدل على انه نحن السوريين عباقر عنا عقول شغالي وعنا استعداد كبير كتير للاختراعات الكبيرة وعنا الداء وعنا الدواء خدي مثلا هدول الاخوة الاثنين اللي حرقوا لسيناتهم لوحدهم انا رح اقلك على شغلي كتير مهمة في القاونة الاخيرة صار يجيني مرضة كتير محروق لسيناتهم وزاد عددهم بشكل ملفت للنظر بالايام الاخيرة يعني بالاول كان يجيني مرضة محروق السامن بالسجاير اي اي باعرف باعرف مو هذا حديث له هم نرجع لموضوعنا الاول عن الدواء اللي انا اخترعتهم شكرا شك الله لا ترسونا يا شماعة لا ترسونا يا شماعة لك شو صر لو أخيس علي؟ بيكون طلع مشهده بالتلفزيون وطار مخه من الفرحة ما بتعرفيه لأخوكي انزعل ونفرح كتير بيكار بجمدري شو بصر له تقولي في المسيبة مو هيك معقولة خرب العزع لأنه طلع بالتلفزيون لك ما شفتيه كيف يفجره لخالد وأبو إبراهيم؟ هي بيعملها رويدة بيعملها هلأ بيكون حاطة خالد وأبو إبراهيم وعني أرجيهم على حاله شبكي فايزين بردي قلبيك؟ لتكوني بتعرفي شيو ما عم تقليلي قلبي حاسسني انك طبخة طبخة ومتفقة عليها مع سالم شو يا رجعت تخبي علينا؟ الله وكيلك ما في شي ما في شي بس أنا لما ندالي سالم بترجاني انه لاقيله حجة مشان يضل قاعد بقوته لأنه بدي يتفرج على التلفزيون قال شو اليوم بدني حطه مسلسل وفيه إله وفيه مشهد امت طلعت قلت لكم انه سالم راسه عم يجعه كتير وبس يكن عليه بدي يطلع هلأ معقولة كربش كل هالكربجة بس لأنه طلح بالتلفزيون قلبي حاسسني انه في شي تاني لك خلينا نطلع نشوف شبكي لك شبكي فرتي بفرت فورا استني شوي هلأ بيجوه بيحكو لنا اكيد ما ضل حدا بيكونوا كلياتوا الراحوا وبعد اللي صار شايفي يا فايزي من مبارح لليوم شو صعد قصص نزعت عزا ابي خلينا نطلع نشوف الله يقب بيكي مشاهدين الأعزاء بنهاية حلقتنا اليوم منتقدم بالشكر للدكتور محمد العبود أخصائي معالجة الجروح والحروق المعروف طبعا وضيفي الكريمين ونشكر أيضا لكم المتابعة الطيبة وإلى اللقاء يا جماعة ما بعرف فيه شي ما بعرفوه شو صاير فيه خربطة كأنه ما هي لك طبعا هو لك عمو هو يا ابي بعتم بميت سلمي شو هل حكي بس كيف هو يا هو ميت يا خالق خالد طلعنا بجناسه سور كشرت بحيناك انت خالد ليكون ملعوب و عامله ملعوب فهزي شو عم تحكيه لك هو ما بدا حكيه يا جماعة انا انا مان يصدق انا مان يصدق انا مان يصدق حدا يقرصني ارصيني ابراهيم ارصيني لقايا اوك اي 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 معناه انتا مو ملأ مكتا عمشو بملأ يا没 sh'worوا التلفازي أبو براهيم انا طفيتو هجد هجد اكيد ملعوب عم لينو عمي و رزوق صيف تلي بتردي عطاك يا عم بوده انت خليني البابا انت سمعنا صكورك من شام الله ابوبراهيم дов agree حكيلك شي كلمة ما انت اقول الافكار شو بننعمل هلا لكن for me يقرصك مرة ثانية ابن عمي مولك شو تقرصيني يقرصتك يتم ارصك حييب سبع شطلات إله يا ابراهيم أرسك لأني أتوجهني لك أعلمت قلت لك تقرصيني لحتى أشوف حالي إذا أصحيها مو لحتى أتوجه لك أخ هيك يا أبو إبراهيم هيك بتحكي معي إدعاء من العالم أنا حية أختي صغرية شبك ونهلا هادا وقت كون طولوا وبالك أنوا شوي بدنا نعرف إذا كان هذا أبي ولا مو أبي وإذا أبي شو فينا نساوي طيب شو رأيكون نروح على التلفزيون إيه روحوا أنتو أنا مستدق لكتير هاليومي طيب أستاذ عفوا يعني طلعوا طلعوا معه إيمتا إيمتا مالله طيب كيف طلعوا لك شو باكن شو باكن نازلين زخ أسئلك ألكن مطرب أداة قلت لكن يا جماعة وبرجع بعيد الدكتور طلع وأكيد طلعوا معه لأنهم دخلوا معه وما تركوا هوياتهم عنه لأنهم إجوا مع الدكتور والدكتور دايما بيطلع بالتلفزيون يعني معروف ما مناخد هويته بالعادة طلعوا من حوالي ربع أو نص ساعة بقى ما بدي أسئل تانية بس سؤال واحد عدم المؤاخذة انت شفتوا طلع معه شي؟ هو أنا شفتهم لا ليش الكذب لأنهم دخلوا مع الدكتور بسيارته لجوة وأكيد طلعوا معه شو بدون يضلوا يعمل لجوة؟ انتوا أرايبينو؟ ايه يوه الحمام نكون هابي إحنا ثلاثة إخوات خالق وسالق همنا يعني نكون حمام همنا صحي؟ ليش سهناتهم محروة؟ مامنا مامنا بس سؤال أخير معيتك معت أسئل غيره والله وكيله انت بتعرف شي بيته للدكتور عياته رقم تريفونه رقم جواله رقم بيته وحدا من معارفه يعني هيك شغلك هيا شي هاي شي هاي شي ولكي حكيه لا تخاف هاي لكني أنا سكرت تبنى وعم بحكي لا تخاف ما بيحرقك قل لي شو كنت عبطل لي بالأول مفهمت عليك عم قل لك انه ليش ما خليتنا نطلع مع الدكتور كهم وصلنا بطريقه ولك إيه ما شفت شلون قالوا اطلعوا لبرا واخدوا بتكسي مع انه قبض على كل واحد منا مصاري من التلفزيون يا لطيف قديش الحكي حلو لك رزوه تاريه واحد إذا ما بيحكيه بطب يلا أبو رزوه خلينا اطلع منهم ملاقيها حلوة عادتنا من الحمامة هلأ ما بقى فيه ولا موظف بالتلفزيون يلا خليها اطلع لك لا يا أجده حدا بيصر ليفوت عالإذاعة وبيطلع منها على زماننا كان الدخلي عالإذاعة بتدفوش دبابات ما بيصدق قديش فالحالنا أني بالإذاعة هلأ من هون بيحكي الموسيعين عدا من المؤاخذي أمر الزوب هون الحمامات ايه ايه حمامات الإذاعة لزماني كنت أرد لحالي أصف ولموسيعي يا هل ترى شنون أعد رمي يزيع يعني كيف بده يزيع ما بتشوفه بالتلفزيون وبيعرض وراء الطاولة وبيعرض وراء اللي بيهيده وبيزيع لك على زماننا ما كان فيه تلفزيون يا أجدب كنا نقعد قده بالراديو ونفكر كيف عم يطلق الكلام من عدي خشب أو حديد لك هان يا الله بسرعة خلينا نجي بس ببنا حبيح السعلي هنا بس ببنا حبيح السعلي هنا حبيبي بقيا نشي 3-4 ساعة لنرشة الأخبار بدي منك شي غنيه لأون كبسوم بحطه وباخذلي غفوي صلي 24 ساعة ما يناين بارح الولد كان تعبان ومن دكتور لدكتور ماشي استاذ شو رأيك بالأطلال ولا إلا كسرت الحب أحلى وأطول منيحة بحطه وباخذلي غفوي لبين ما يجي الموزيع معقولة بس بركي حدا حس عليك لك عندما يسمع إذاعة بهالأيام ما بيسمعوه غير المساجين وشوفيري التاكسي وهدول بكيفوا على أون كرسوم حالة شو رأيك استاذ أنا ضل هون شافيئة كل هروح على بيتنا؟ لا لا ما في داعي التعذب حرام جسر على بيتك هلأ بيجي الموزيع الفترة بفيقني بتسكر بقى من أرشيفها بنا تروح يلا تصبح على خير بيتك 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 نعم شفته 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 شلو نركب شريط ايه شفته أبرزوء لايكون امبلة لايكون أبرزوء هي الشكل خطرة يعني مو لعبة أصعب من روحتنا على الفرع عما تقللي إيهلي أنا دي بعرف إنها خطرة لأنه بزماننا كانوا يعملوا معركة الهديف وتواني ساعة شو معركة؟ معارك وياما رايح فيها قتلة لك لكن يلي بيوصل على الإزاعة بيوصل على كل شي شايف هاهون مكتوب هوا هدوني معناته إذا رفعناه هون من الطحلوة شوفهون شايفهون ايه بلا شفته شفته مشان ما نغلط لازم نجرب صوتنا على الشي راديو شكرا 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 موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسا نانسي قنقر اخي المواطن لسيدي اخي المواطن نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر اخي المواطن اخي المواطن نانسي قنقر نانسي قنقر هذا اليوم نانسي قنقر اخي المواطن اخي المواطن اخي المواطن اخي المواطن نانسي قنقر نانسي قنقر اخي المواطن 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 اخي المواطن